من كنوز أدعية الصالحين دعاء العالم والواعظ الشهير ابن الجوزي ابن الجوزي عالم كان بيحضر مجلسه مئات وآلاف والصفوف بتبلغ بعض ابن الجوزي قرأ هو كتب كده في كتبه ومذكراته قد قرأ آلاف الكتب وأسلم على قدي ألاف الناس لكن ساعات في كتاباته وأدعيته كان يغلب عليه حال القبض وأنا قاصد أقولك النهاردة في كنوز أدعية الصالحين الدعاء ده عشان لما يغلب عليك الحال ده البني آدم هو ماشي في رحلته ربنا عنده جناحين القبض والبسط الخوف والرجاء الخوف بيجي من مقارنتك لنعم ربنا عليك وعطاياه ومقارنتك ده بتقصيرك وأفعالك وذنوبك والبسط أو الرجاء بيجي من مقارنتك لذنوبك وتقصيرك بصفات ربنا وكرمه فتغرأ جبال ذنوبنا في سيول وبحار رحمة ربنا وكرمه وأعمالنا لو كانت صغيرة ربنا يقبلها بستره سبحانه وتعالى ولطفه فلو عايز تدخل من باب الرجاء والبسط مع الله تقارن أي أعمال وتقصير برحمته سبحانه وتعالى ولو عايز تدخل من باب الخوف وده موضوعنا النهاردة أو الذكر النهاردة أو الدعوة كلها يغلب عليها الخوف والقب تقارن تقصيرك بالنعم فكان يقول إيه يقول إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك ولا قدما تمشي إلى خدمتك فبعزتك لا تدخلني النار وكان يقول في دعاء تاني إلهي إن عذبتني فلا تخبرهم حتى لا يقول وعذب أو ألقى في النار من دل عليه كأنه في اللحظة دي شايف إن اللي ربنا وفقه للطاعة وإن اللي ربنا سمح له بالعبادة وأكرمه بدلالة الناس عليه وخلى ينظر في الكتب هو أولى الناس بالحساب لو أصر في حق ربنا خدت بالك من الحال ده هو قارن حاله بالنعمة اللي ربنا ادهاله وربنا ذكر الحال ده في القرآن إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون اسمع والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فالسيدة عائشة بتسأل النبي هم دول اللي بيسرقوا ويزنوا فيأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قال لها لا دول المصلين والمزكين والذاكرين بيعملوا كده وخايفين إن ربنا ما يقبلش منهم حال ذكر القرآن إن ممكن يلقى عليك الحال ده حال القبل وذكر ربنا سبحانه وتعالى الحال التاني حال البسط ربك يقول في القرآن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بيعمل الأعمال الصالحة وعارف إن ربنا هيكرمه ده هو اللي وفقني للعمل الصالح بقى يوفقني للعمل الصالح وما يقبلوش وربك لفت نظرك للحتة دي يوم ما قال على التوبة إنك مش بتتوب إلا لما بيسمحك عشان يملاك بالرجاء والبسط فقال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا عشان لما التوب تبقى متأكد إنه تاب عليك الأول ثم سمح لك وأذن لك في التوبة فهم حالتين ذكر النهاردة بيتكلم على حال القبض فاسمع تاني الذكر كان يقول إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك ولا قدما تمشي إلى خدمتك فبعزتك لا تدخلني النار أشرف حال هو حال الأنبياء اللي في اتزان ربك يقول على الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين رهبا خوف رغبا حب وانبساط ورجاء في ربنا سبحانه وتعالى فوازن ما بين الاتنين وفتكر هتقارن ما بين النعم والأفعال المعاصي والتقصير تشعر بالخوف هتقارن ما بين المعاصي والتقصير والأفعال ورحمة ربنا تشعر بالرجاء دعوة النهاردة كان كلها قبض ودخول على الله من باب الخوف اشتركوا في القناة